وينضم معنا مرسل الكوفية من جنين زيد أبو عراه لأنه مرحبا بك معنا زيد الاحتلال يواصل هجمتي الشرسة إذن بحق مدن وقرى ومخيمات الضفة الفلسطينية على نحو غير مسبوق من مسلسل المدهمات والاقتحامات والاعتقالات الذي ينفذ بشكل شبه يومي كيف يمكن توصيف الواقع هناك زيد؟ صحيح يوما بعد يوم يتزايد الهجوم الإسرائيلي والعدوان الإسرائيلي وقوات الاحتلال وقطعان المستوطنين على الفلسطينيين مما يضيق الخناق على الفلسطينيين الوضع الاقتصادي الصعب والوضع المعيشي الصعب بكافة مناحي الحياة وكانت هناك الليلة على فدى الاحتلال عدة اقتحامات لمناطق مختلفة من الضفة الغربية ففي صباح اليوم انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة نابلس التي كانت تقتحمها من الجهة الشرقية وتحديدا في مخيم بلاطة وجرى هناك اشتباكات عنيفة ما بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي وحقيقة ان اليوم كان ايضا تواجد جرافة من قوات الاحتلال الإسرائيلي مع القوة المقتحمة لمخيم بلاطة وهي بإشارة ان القادم اصعب للمخيم بسبب تواجد هذه الجرافات يعني ذلك ان هناك تدمير للبنية التحتية في حال كان هناك مضايقات او كان الاحتلال قد تذايق داخل المخيم سيكون هناك تدمير للبنية التحتية كما يجري في جنين وفي طول كرم وفي مخيم الفرعة ايضا كان هناك اقتحام لمخيم الفوار وكان عدد كبير من الاعتقالات تمت في مدينة مخيم الفوار في مدينة الخليل وايضا في مدينة دورة جنوب الخليل كان هناك اقتحام وعدة اعتقالات ودرت مواجهات ما بين المواطنين والقوات الاحتلال خلال الاقتحام وفي بلدة حوسان ايضا اصيب عدد من المواطنين بالاختناق بسبب اطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع باتجاه المواطنين خلال الاقتحام بلدة حوسان في مدينة بيت لحم ايضا وكان صباح هذا اليوم ايضا اقتحام لمدينة البيرا ودير ابو مشعل في مدينة رامالله وتخلل ذلك مجموعة من الاعتقالات في ايضا عزون قلقيلية في جنوب قلقيلية عزون كان هناك ايضا اقتحام وعدة اعتقالات دارت خلالها مواجهة ما بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي اغلاق وفي صباح اليوم اغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي حاجز الحمراء وتيسير حاجزي الحمراء وتيسير في المؤديات من طباص الى مدينة اريحة وقطع الطريق ما بين مدينة طباص واريحة لاسباب غير معروفة حتى هذه اللحظة ولليوم الثامن على التوالي في عيد في العياد الاسرائيلية تشدد الخناق على الحوارضة العسكرية المتواجدة في مداخل المدن في جميع الحاق الضفة المحتلة شكرا زيد أبو عرب الرأسل الكوفية كنت معنا عبر الهاتف من شديد اشتركوا في القناة